بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي أستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة فرض للفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الأولى من التعليم المتوسط وهو مقترح من طرف أحد الزملاء أخذناه من مواقع التواصل الاجتماعي فنستسمحه عن ذلك وله كل الشكر وجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسنة بإذن الله إذن فبدون إطالة مع هذا الموضوع في وضعيته الأولى يقول لاحظ جيدا الشكل واحد والشكل الثنين ثم أجب على التالي ما نوع ربط المصباحين في كل من الشكل واحد والشكل الثنين إذن ارتأينا أن ننظم إجابة هذه الأسئلة على هيئة جدول كما هو مبين في الآتي إذن فلدينا الشكل الأول على اليمين والشكل الثاني على اليسار مثل ما هو وارد في الصورتين قال ما نوع الربط؟ إذن ربط المصباحين في الشكل الأول هو على التسلسل كما تلاحظون ونوع ربط المصباحين في الشكل الثاني هو على التفرع يعني كيف نميز وكيف نفرق في التسلسل نحصل على حلقة واحدة أو دارة كهربائية واحدة في حين أنه في التفرع نحصل على جزء رئيسي للدارة وأجزاء فرعية أي هناك دارة أولى ثم دارة ثانية الآن السؤال الثاني قال أوصف ماذا يحدث عند نزع أحد المصباحين في كل دارة كهربائية بطبيعة حال لما تكون الدارة مغلق إذن عندما نغلق الدارة وننزع أحد المصباحين في الحالة الأولى سواء المصباح الأول أو الثاني فإن ذلك يؤدي إلى عدم مرور تيار كهربائي في المصباح المتبقي فنقول يؤدي إلى انتفاء المصباح الآخر مثلا نحن شغلنا هذه الدارة يتوهج المصباح ننزع أحد المصباحين يؤدي ذلك إلى انتفاء المصباح الآخر ولا يهم الترطيب الأول أو الثاني نزعت الأول ينطفئ الثاني نزعت الثاني ينطفئ الأول ثم في حالة التفرع ماذا يحدث؟ في حالة التفرع لا يتأثر المصباح الآخر بمزع المصباح الأول يعني عندما نشغل هذه الدارة وننزع المصباح سواء الأول أو الثاني فإن المصباح المتبقي لا يتأثر به بل يبقى يشتغل بصفة عادية الجزء الثاني في هذا الوضعية يقول نقوم باستقصار المصباح ميم ثنين يعني المصباح الثاني نستقصر هذا المصباح في التركيب الثاني ونستقصر هذا المصباح في التركيب الأول ماذا يحدث في كل حالة؟ إذن الإجابة هنا كذلك نظمناها بعد ما طالب منها نسينا أنه طالب مننا قبل ذلك مثل مخطط صف ما يحدث ثم ثالثا مثل مخطط النظامي الموافق لكل دارة نعم إذن مخطط دارة المصباحين على التسلسل مخطط دارة الكهربائية الأولى هذا هو تمثيل المصباحين على التسلسل مخطط الدارة الثانية مخطط دارة الكهربائية في حالة الربط على التفرع هذا ربط المصباحين على التفرع قال ماذا يحدث في حالة استقصار المصباح ميم اثنين في التركيب الأول قلنا يزداد توهج المصباح المتبق يعني حينما يكون لدينا تركيب على التسلسل ونستقصر المصباح الأول فإنه يزداد توهج هذا المصباح المتبقي في الدار في حالة التفرع عندما نستقصر أحد المصباحين المصباح الثاني مثلا فإنه يؤدي إلى انطفاء المصباح الأول وفي ذلك خطرا على المولد خطرا على الدار لأن المولد صار في حالة استقصار بينما هنا لدينا استقصار جزئي يؤدي ذلك إلى التأثير على المصباح فقط يقول في سؤال مولي ما هي الآثار المترتبة عن استقصار نعم يعني من خلال هذه النتائج نفهم الأضرار التي تلحق بالتركيبات في حالة التسلسل استقصار الجزء أو عنصر من عناصر الضارة قد يؤدي إلى الضرر للعناصر المتبقية كيف؟ مثلا إذا كان هذا المولد دلالة 12 بولت وركبنا فيه مصباحين على التسلسل دلالة كل واحد منهما 6 بولت في هذه الحالة عندما نغلق القاطعة التوافج يكون عاديا للمصباحين عندما نستقصر المصباح الأول تصبح الـ 12 بولت تغذي كل المصباح الذي يتحمل 6 فقط فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه هذا في حالة التسلسل في حالة التفرع الضرر يكون مباشر يعني يكون على الشبكة وعلى المولد لأنك توصل العناصر على التفرع فاستقصار أي عنصر منها فهو استقصار للدار الرئيسية ويكون في ذلك آثر على المولد الذي قد يتلفه بسبب مرور تيار العالي وبفعل الحرارة يتلف هذا المولد نمر إلى الوضعية الثانية يقول كثيرا ما تشاهد هذه الأجسام في محيطك اليوم إذن لدينا تمثيل للشمس القمر فانوس يعني مصباح وكتاب وشمعة زرافة النار أو اللهب وردة مصباح النجوم يقول كيف تسمى هذه الأجسام في علم الفيزياء علل إجابتك هنا ما نقول في علم الفيزياء ينبغي أن ندقق في السؤال يعني على الأقل نحدد الميدان فنحن نتكلم في ميدان الضوء بالتأكيد فنقول كيف تسمى هذه الأجسام في موضوع ولا في ميدان الضوء إذن ففي ميدان الضوء تسمى هذه الأجسام بالمنابع الضوئية علل إجابتك لأنها سترسل إلى المشاهد الضوء ينبغ منها الضوء تصنف هذه الأجسام إلى نوعين هما أجسام مضاءة وأجسام مضيئة برأيك ما هو الفرق بينهما إذن فالأجسام المضيئة هي المنابع التي تنتج الضوء بذاتها يعني يتدفق الضوء منها من ذاتها بينما الأجسام المضاءة فهي تستمد الضوء من غيرها ثم تنفره هذا هو الفرق الموجود بينهما الأجسام المضيئة تنتج وترسل أشعة ضرورية يعني تشعر بينما الأجسام المضاءة فهي تستقبل الضوء من غيرها يعني من المنابع المضيئة ثم تنفره إلى المشاهد هذا بالنسبة للسؤال الثاني السؤال الثالث أعد رسم الجذول ثم أكمله إذن فهذا هو الجذول أعدنا رسمعه قسمناه إلى خانتين رئيسيتين مثل ما جاء في السؤال أجسام مضاءة أو منابع مضاءة والمضاءة مقسمة إلى طبيعية وإصطناعية فالمضاءة طبيعيا هي القمر إذن فالقمر يتلقى في الطبيعة الضوء من الشمس وينفره فيصل إلى الأرض ويشاهده من على الأرض كذلك وردة في الطبيعة فهي مضاءة من طرف الشمس مضاءة طبيعيا لكن إذا كنا في حديقة ليلا مثلا مضاءة بالكهرباء فإنها تكون مضاءة إصطناعيا يعني أنه ستنتقل من خانة الطبيعية إلى الإصطناعية مضاءة إصطناعية نحن نتكلم في النهار في حالة الشمس فهي مضاءة طبيعية نفس الشيء بالنسبة للحيوانات وعلى سبيل المثال الظرافة إذا كانت هذه الظرافة في النهار فهي مضاءة طبيعيا لكن إذا كانت في الحديقة وزرنا هذه الحديقة ليلا ورأينا الحيوان أو الظرافة على ظوء المصباح فهي مضاءة إصطناعيا نفس الشيء بالنسبة للكتاب الكتاب قد يكون مضاء طبيعيا وقد يكون مضاء إصطناعيا ففي ظوء النهار في ظوء الشمس فهو مضاء طبيعيا لكن في الليل في الغرفة غرفة المطالعة ليلا فهو مضاء إصطناعيا ننتقل إلى الفئة الثانية أجسام مضيئة فالأجسام المضيئة كذلك تنقسم إلى طبيعية وإصطناعية فالمضيئة طبيعيا لا شك هي الشمس وسائر النجوم والمضيئة طبيعيا هي المصباح المضيئة إصطناعية المصباح مضيئ إصطناعيا بمعنى المصباح لا يضيء بطبيعته وإنما حينما نشغله ونمرر فيه كهرباء فإنه يتوهج ما قلناه عن المصباح يقال عن الفانوس فالفانوس كذلك بطبيعته ليس جسما مضيئا وإنما حينما نشعل أو نقوم بإحراق الوقود الموجود فيه أو الفتيلة إلى غير ذلك أو البنزين أو المازوت أو الزيت إلى آخر فإنه في هذه الحالة يكون مضيئا فهو مضيئ إصطناعيا الشمعة كذلك بطبيعتها لا تضيء حينما نقوم بإشعال فتيل الشمعة فإنها تحترق ويحدث الأمران الإنصهار والإحتراق وبالتالي تعطي لهبا فتصبح مضيئة إصطناعيا النار نقصد بها اللهب فهذا اللهب هو ليس جسمه وإنما هو ناتج عن عملية إحتراق وهذا الإحتراق من أين آتي فهو من فعل الإنسان كأن يحرق حطبا أو خشبا أو وقودا فهنا يكون مضيئا إصطناعيا ننتقل إلى الوضعية الثالثة يقول تمثل الوثيقة المقابلة صورة لك تشكلت لها ظاهرة فيزيائية معروفة وتحدث معنا كل يوم تقريبا يقول على ظل ما درسته باستغلال الوثيقة سمي هذه الظاهرة الفيزيائية المقصودة في الصورة إذن فالظاهرة التي تحدث في مثيل هذه الحالة تسمى تشكل الظل وفعلا مثل ما هو وارد فالظل نراه يوميا يحدث في الطبيعة لنا وللأجسام الموجودة من حولنا اشرح كيف تتشكل هذه الظاهرة الفيزيائية يعني كيف يتشكل الظل إذن للإجابة على هذا التساؤل ننطلق من مبدأ أين تعلمناهما نعلم أن الظل ينتشر عبر الوسط الشفاف وفق خطوط مستقيمة هذا رأيناه بالتجربة ونعيشه يوميا إذن فهذا المبدأ الأول وهو مبدأ انتشار الظل في الوسط الشفاف المبدأ الثاني نعلم أن الجسم العاتم لا يسمح بمرور الظل أي يحجب الظل إذن فهذان المبدآن هما الذين يفسران لنا تشكل الظل إذن هذان المبدآن يؤديان إلى تشكل منطقة لا يصلها الظل منطقة غير مضاءة تقع بين الجسم العاتم وبين المنبع الظل أي نقول تقع خلف الجسم هذا المنطقة غير مضاءة هي التي سنطلق عليها خيال أو ظل الجسم العاتم إذن لنبين ذلك بصورة كيف يحدث ذلك نعم يعني هذه صورة تقريبية لدينا هذا الحيوان القط على سبيل المثال موجود تحت منبع ضوئي تحت مصباح الغرفة على سبيل المثال فتلاحظ أنه يتشكل تحت القط يعني على الأرضية خيال أو ظل القط قلنا كيف يتشكل هذه الصورة والتمثيل يعبر عندك تأتي الحزمة الضوئية التي ستسقط على جسم الحيوان فكل ظوء يسقط على جسم الحيوان لا ينفذ يعني يقف عند حدود الحيوان في حين يمر الظوء على الجوانب يعني في الفضاء المحيط بالحيوان وبالتالي المنطقة التي مر منها الظوء تكون مضاءة لكن المنطقة التي حجبت الظوء وهي جسم الحيوان سيتشكل فيها ظل أو خيال الحيوان إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في الأخير أسأل الله العلي القديم أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته